اجتمع المجلس الوزري لشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي مجدد اليوم لمناقشة ملف التسوية مع حماس في قطاع غزة وكان وزرائه قد تسلم يوم الأحد الماضي تفاصيل التسوية إلى ذلك انتقدت عائلة الجندي الإسرائيلي هادار جولدين الذي تحتجز حركة حماس جثمانه في القطاع انتقدت الحكومة وقالت أنها تواصل التخلي عن الجنديين والمواطنين الإسرائيليين وأستذكرت العائلة أن الحكومة سبحت قبل أيام بتصدير أطنان الفرولة من القطاع